السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد وهو المستثنى بإلا المستثنى بإلا أو الاستثناء وهو إخراج الاسم الواقع بعد إلا من حكم ما قبلها نعطي مثال حضر الزوار إلا خالدا إذن هنا جميع الزوار قد حضروا إلا شخصا واحدا وهو خالد إذن هنا حضور الزوار وهو الحكم بمعنى أننا حكمنا بأن جميع الزوار قد حضروا لكن استثنينا هنا شخصا واحدا وهو خالدا فخالدا هو الاستثناء هنا إذن استثنينا خالدا من حضور الزوار إذن نقول أن الزوار هو المستثنى منه أما خالدا فهو المستثنى بإلا أما الكلمة إلا فهي أداة الاستثناء إذن يجب أن نتذكر هذه العناصر الثلاث دائما لدينا المستثنى منه أداة الاستثناء ثم المستثنى بإلا فالمستثنى منه يأتي قبل أداة الاستثناء أما المستثنى بإلا فيأتي بعد أداة الاستثناء كذلك يجب أن نعلم أن المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام مثبتا بمعنى غير منفي بأداة نفي أو ما يشبه النفي والمستثنى منه مذكور نعطي مثال حضر الزوار إلا عاليا فعاليا وهو المستثنى بإلا أما الزوار فهو المستثنى منه ثم أن الكلام هنا مثبت لأن ليس لدينا أداة نفي قلنا حضر الزوار إلا عاليا ولما نقول ما حضر الزوار إلا عاليا يصبح الكلام منفي إذن هنا في هذه الجملة حضر الزوار إلا عاليا كلام مثبت أيضا يجب أن نعلم أن المستثنى بإلا يعرف حسب موقعي في الجملة إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه غير مذكور نعطي مثال ما حضر إلا علي فما هي أداة نفي إذن أصبح الكلام منفي ثم أن علي وهو المستثنى بإلا أما المستثنى منه في هذه الجملة فهو غير مذكور إذن ماذا سنعرب عليه سنعربه حسب موقعي في الجملة وموقعه عفوا في الجملة وهو فاعل فاعل المرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره كذلك يجب أن نعلم أن المستثنى بإلا ينصب أو يتبع المستثنى منه في إعرابه إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه مذكورا نعطي مثال ما حضر الزوار إلا علي أو علي إذا قلنا ما حضر الزوار إلا علي فعلي نعربه بدل تابع للمبدل منه في رفعه وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره إذن ما أداة نفي مبني على السكل محلان من العراب حضر في الماض مبني على الفتح الزوار فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء مبني على السكون لمحللها من الإعراب علي نعربه بدل تابع للمبدل منه في رفعه وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره أما إذا قلنا ما حضر الزوار إلا علي فعليا نعربه مستثنى بإلا منصوب علامة نصبه الفتح الضاهر على آخره إذن هنا الزوار وهو المستثنى منه ثم أنه كنا مذكور لأن استثنى علي من الزوار ثم أن علي وهو المستثنى بإلا ثم قلنا 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 أن المستثنى بإلا ينصب أو يتبع المستثنى منه في إعرابه إذن هنا قلنا أن علي وهو المستثنى بإلا منصوب وهنا علي قلنا أنه بدل تابع للمبدل منه في رفعه نأخذ الآن تمرين نأخذ تمرين لدينا الجملة طار العصافير إلا واحدا ما طار العصافير إلا واحدا أثمرت الأشجار إلا شجرة اشترى الأب الخضر إلى البدنجانة ما اشترى الأب إلا البدنجانة ثم ما نام إلا محمد نأخذ الجملة الأولى طار العصافير إلا واحدا إذن هنا الكلام مثبت لماذا؟ لأنه غير منفي بأداة نفي أو ما يشبه النفي المستثنى منه هنا يأتي دائما قبل أداة الاستثنى وفي هذه الجملة وهو العصافير أداة الاستثنى هي إلا والمستثنى بإلا وهو يأتي دائما بعد أداة الاستثنى وهو واحدا إذن واحدا وهو العصفور بمعنى استثنينا عصفورا من العصافير لم يقم بعملية الطيران الجملة الثانية ما طار العصافير إلا واحدا إذن الكلام منفي بماذا هو منفي؟ إذن هو منفي بأداة نفي وهي ما إذن ما أداة نفي إذن أصبح الكلام منفي المستثنى منه وهو العصافير أداة الاستثنى إلا المستثنى بإلا وهو واحدا الجملة الثالثة أطمرت الأشجار إلا شجرة الكلام هنا مثبت إذن هو غير منفي المستثنى منه وهو الأشجار أداة الاستثنى إلا أما المستثنى بإلا فهي شجرة اشترى الأب الخضر إلا بذنجانة إذن استثنيناه من الخضر إذن استثنيناه من الخضر التي اشتراها الأب الجملة ما اشترى الأب إلا البذنجانة إذن الكلام هنا منفي المستثنى منه وهو غير مذكور لماذا؟ لأننا لم نستثني البذنجان من شيء قبل أداة الاستثنى أداة الاستثنى هي إلا أما المستثنى بإلا فهو البذنجان ما نام إلا محمد الكلام هنا منفي والمستثنى منه غير مذكور إذن محمد لم نستثنيه من شيء قبل أداة الاستثنى أداة الاستثنى إلا أما المستثنى بإلا فهو محمد إذن إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس نتمنى أن يكون الدرس مفهوما لجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر